السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل ان شاء الله الحديث على توبك الاكيوت ليمفوسيتيكليوكيميا. اه تحدثنا المرة الماضية بانه في عنا اكيوت ليمفوسيتيكليوكيميا بانواع المختلفة الون والتو والتري وذكرنا الكاراكترستيكس بتاعت كل واحدة منهم وكيف بنقدر نعمالهم عملية من ناحية المورفولوجي اه في عنا بيكون هناك بعض من ممكن تكون يعني مفرقة ما بين الون والتو مع بعض مقارنة مع اه وتحدثنا كذلك بانه في عنا موجودة ممكن من خلالها نقدر نحدد اذا كان عندي ديسل او ديسل او مسلا بيركتس الليمفوما اللي هو المقصود عبارة عن اكيوت ليمفوسيتيكليوكيميا اللي هو عبارة عن الثلاثة. اه الان نجي نطلع لبعض من الكيسيز اه اللي موجودة اه عبارة عن موجودة اه ضمن اللي هو ممكن يحصل عندنا يكون هناك في اطفال ممكن يكون اقل من سنة زي ما هو عنا موجود هنا وهذا الكلام بيحصل انه بيصير في عندي مشاكل اه اه بمعنى انه بكون عندي نوع على اه الكروموسومز بتاع اللي هو احدعش تمام وبعض حين بيصير عندنا على كروموسوم برضو اربعة واحدعش مع بعض. اه هذا اللي بيحصل عندنا انه بتلاحظ انه في عنا ما بين اللي هو تلاحظ في عنا ماركر سي دي ماركر بتاعة اللي هو واللينفويد لاين فبسموه زي ميكست لينيج لوكيميا ميكست لينيج لوكيميا فهدول الناس بتلاقي عندهم اكس بريش اللي سي دي ففتين وكذلك اه ممكن ما تلاحظش عندهم سي دي اه تين. اه هذا طبعا السي دي تين مهم جدا على اساس احنا نقول دخلنا في خط اللي هو اللي هو مقصود فيه اللي هو بي سيل اه اكيوت لينفوستيك اه لوكيميا اللي عنده سي دي تين اللي بيقول عنه عبارة عن كومن اكيوت لينفوستيك لوكيميا انتجا. ولكن هنا باللاحظ في عنا سي دي ففتين. هذا اه جانب ممكن احنا اللجيه. احنا ذكرنا في المحاضرة السابقة بان خطورة الاكيوت لينفوستيك لوكيميا بتكون يعني اكتر حدة اه اذا كان السن اقل من اه سنة واذا كان طبعا اكتر من اه خمسة عشر عام. اه في عنا نوع اخر من الاكيوت لينفوستيك لوكيميا وهذا ذكرنا من ضمن اه السياق اللي حدثنا فيه في المرة الماضية باننا في عنا بعض انواع من الاكيوت. اي ال ال. اه بكون عندها في بين كروموسوم تسعة واثنين وعشرين. اه بي سي ار جين و اي بي الجين. هنتحدث عنه ان شاء الله فيه نوع اخر. وهذا هو مرتبط بالمايولويد لاين. ولكن موجود عنا بانه يصير في عنا في الاخر وجود فلاديلفيا كروموسوم. وقلنا اذا هذه الحالة موجودة برضو هذه من الحالات الصعبة في موضوع الاكيوت لينفوستيك لوكيميا. وممكن يكون موجود عند البيدياتريك عند نسبة اقل من خمسة في المية. تمام? عاد على انه كمان هؤلاء الناس اللي عندهم هذا الوضع بكون عندهم كمان اكسيبريشن لسي دي تيرتين بالاضافة الى سي دي خفتين وكذلك سي دي تيرت تري. والريسبونس للتيرابي هنا هيكون عندنا الريسبونس عبارة عن بور ريسبونس. وكأنها عندها هذه والحالة اللي سبقتها من الحالات الصعبة في البور بروغنوز. اه كمان في عندنا حديث على موضوع اكيوت لينفوستيك لوكيميا له علاقة بالتي سيل. فبتكون عندي التي سيل عبارة عن بروكورسار سيل از التي سيل موجودة عندي. وعادة هؤلاء الناس ممكن يكون موجودة عندنا في الناس اللي هو اليانج او كذلك الادوليسانت ميل فوق الخمسة عشر عام. اه النقطة الملاحظة في هادو الناس انه بتلاحظ عندهم عندهم اكيوت اه لينفوستيك لوكيميا لكن بتحس انه تمام اه ممكن يصل الى اكتر من مئة الف تمام وهذا الكلام اكتر بتتجه ان يكون هؤلاء الناس عندهم اكيوت لينفوستيك لوكيميا وبصير عندي انفلتريشن للليمفوستيك في ممكن يصير عندنا نوع من الماس في اه الوسط الجسم تمام. اه ممكن يكون عندنا مشاكل في التايمس بصير اللارجمنت للتايمس هادو كلها شغلات ممكن احنا نلاحظها عند هؤلاء اه الناس. كمان بحصل عندنا مشاكل على مستوى وكذلك اه برولر فيوجين اه الوت او فلويد في اللانجز وهذا بيعمل مشاكل. هدول الناس طبعا اه اه ما لهم اكيد لبروجنوسيز تاهم هيكون برضو اه باد. تمام اكيد لبروجنوسيز اكتر من الناس اللي عندهم باكيوت كيمفوستيك اه لوكيميا. اه لكن اكيد بينعطوا اه بيعطوا اه اللي هو عبارة عن اه كيمو تيرابي ممكن يخف من حدة المرض عندهم لكن بشكل عام لبروجنوسيز في الحالة هذه اه اه باد. اوكي. اه هذا جانب. عيننا طبعا النوع الاخر اللي هو عبارة عن اللي قلنا اه الال ثلاثة اللي بتحدثوا عنه وعبارة عن بيركتس آآ ليمفوما. تمام اللي هو اكيوت ليمفوستيك تلاتة. وهدولة طبعا من ضمن الناس اللي بكون عندهم آآ ترانس لوكيشن تمام ما بين آآ كروموسوم تمانية وكروموسوم اربعطاش تمام. بيحصل عندنا آآ هذا الترانس لوكيشن ما بين البروتو اونكو جين طبعا فينا بروتو اونكو جين اسمه سي ام واي سي. هذا البروتو اونكو جين بيحصل له ترانس لوكيشن عند الهيفي تشين بتاعت الاميونو جلوبيلين ميو. تمام? اميونو جلوبيلين ميو بصير هناك آآ لهذا البروتو اونكو جين. المهم هذا بيأثر انه هذا البروتو اونكو جين بيأثر على موضوع اللي موجود عندي آآ في داخل آآ الخلية. تمام? اللي له علاقة طبعا في موضوع في موضوع البروتو اونكو جين. تمام? اذا من ضمن العلامات الواضحة في موضوع التشخيص بتاع البروتو اونكو جين. اللي بتحول طبعا في الحالة بجانب اللي هو البروموتر بتاعت الاميوت شين آآ بتاعت الانتي بادي. آآ هذا الطيب من ال اي ال ال طبعا البروغنوسيز تاوه في الحالة هذه عبارة عن آآ بور تمام? ولكن اذا كان صايب الاطفال ممكن يكون نوعا ما في نوع من التحسن بشكل او بآخر. لكن البروغنوسيز لهؤلاء الناس هما يعني بشكل عام آآ بور. آآ في عنا تيبل آآ هذا التيبل بحاول اعطيني توضيح للحالات الممكن تكون ان اقدر انا اتجه ان اقول عنها لو ريسك انترميديات ريسك هاي ريسك او آآ عندي فري هاي ريسك. فبقولي انت ممكن اذا بتلاحظ في عندنا ناس عندهم آآ 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 ولكن عندهم حاجة بسموه هايبار ديبلويدي انه انت ممكن نتلاحظ النمبر اوف الكولوموسوم عندها هؤلاء الناس ممكن يصل اكتر من خمسين او عندهم ممكن يكون كمان اتناعش واحدة وعشرين. تمام? هدول الناس بشكل عام عندهم مع آآ عبارة عن بروتو امكوجين تي يعني اي 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 ال مع اي ام ال وان. تمام? هؤلاء الناس آآ عندهم وضع يعني ممكن يتصلى عندهم الاشي يصير فيه نوع من آآ الريكاباري لهذا الاكيوت. في عندنا بقولي كمان الناس الانترميديات آآ ممكن يكون سنهم من واحد لعشر سنوات عندهم التوتل آآ آآ ممكن يصل لقريب الخمسين في الف تمام? وما فيش عندهم آآ مشاكل على مستوى الجيناتك. تمام? هدول الناس ممكن يكون يعني نوعا ما آآ مش بطال. الهاي ريسك طبعا الناس اللي عندهم الوضع عندهم بسوء. في عندهم برضو نفس القضية آآ آآ ترانس لوكيشن او نوع من الفيوجين بتوين آآ هذه البروتينات اللي موجودة عندنا اي 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 تو اي والبي آآ بي كابيتال آآ اكس فيوجين. كذلك عندنا التي اي اي ال اللي هو او عندنا الناس اللي عندهم اي ال ال تي لينفوسايت لاين. والآ سنهم اقل من سنة او اكتر من عشر سنوات وكذلك التوتل لينفوسايت كاونت اكتر من خمسين آآ آآ عفوا آآ آآ الف او توتل لينفوسايت كاونت عفوا اكتر من خمسين الف. وما زال ما فيش عندهم طبعا اضار آآ جيناتك ريسك فاكتور. ال بري هاي كمان بريسك فاكتور. الناس اللي بتلقي عندهم دائما أآ عالية كتير ممكن تصل إلى مائة ألف وممكن كمان الناس اللي عندهم ميكس آآ 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 تمام هاده لو ممكن يكون عرضه أكتر آآ أو بالمعنى أصح يكون عنده نظر وعلاج نفسه أو بتاع العلاج هيكون يعني حيصير عنا اه ازان هذي عبارة عن توصيف لبعض من الحالات او اه بتاعت اللي هو اه البروغنوزز عند هؤلاء الناس من اه الى الى اه بمعنى البروغنوزز والبي بور الى في حالات اللي احنا شايفينهم في التابل. كما ان في عنا التابل اخر يعني اعطيني برضو نوع من التوصيف. هذا التابل بقول لي انه انا اه فيه هناك اناس مقدر اقول هدول عبارة عن عن يعني احتمالية البروغنوزز عندهم ضعيفة. وفي ناس عندهم البروغنوزز اه افضل. اه الايج طبعا كل مكان الاجل من سنتين او اقل من سنة طبعا بكون اصعب الامور. كل مكان من اتنين وعشرة افضل. هنا طبعا في موضوع الان اذا كان اكتر من عشرة اكتر من خمستاش اعرف انه الامور بتكون اصعب. طبعا الميل آآ بكون الفيميل ممكن لعوامل اخرى موجودة بتكون الحدة آآ آآ اخاف. عندي هنا ممكن تكون ممكن يصل لخمسين الف وممكن يصل لمية. هناك بكون طبعا لو ممكن يكون عبارة عن خمس الاف سبع الاف او جريب من النورمال هدول الناس بكون الشفاء تاحهم افضل. آآ منين جي الانفورفمنت بريزاند. طبعا ممكن يحصل في الانفيفورابل انه يكون عنا آآ نوع من انفلتريشن للخلايا في داخل سنترال نيرفر سيستيم. طبعا هنا بكون فيش يصار عندي هذا الانفلتريشن. سيتوجينيتك ابنورماليتي طبعا قلنا الترانس لوكيشن تعال فلاديلفي الكروموسوم. هذا بعطي اشعار بالامور بالصعوبة. هنا دي الهايبر ديبلويدي. عنا تراينسومي. هادي الشكلات وجدوها عند الناس. كان عندهم الامور افضل. وآآ عندهم ترانس لوكيشن. من اطنعش لواحد وعشرين. هاد الكلام ذكرنا. تايم ركورينج فور كلييرن بلاست فرون بلاد. بقول لي انا طبعا آآ بعد السبوع طبعا بطيين عنا الاشياء آآ بكون عنا آآ آآ يكون عنا آآ آآ يكون عنا آآ آآ هنا ممكن يكون آآ 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 تكون عنا موجودة البلاست وآآ آآ يكون عنا الامور في مجال لتداركها على مستوى الكيموتيرابي. هنا عملية يعني بدرجة او باخرى اللي هو انت لما تعمل عملية مسلا كيمو تيرابي بشكل او باخر تحس انه صار في عندنا نوع من خفيف من يدل الملاحظة لخلايا البلاست في البلاد فيلم تمام تحتاج الى فترة طبعا اطول لانه قلنا الامور اجرسيب لان احنا ذكرناها لكن هنا في خلال يعني وان ويك من العلاجات ممكن تحس انه تلاقي الخلايا اللينفو بلاست بدت تدهل من اه الظهور في داخل هذا بشكل عام في هذا الموضوع اه نيجي هنا لنقطة اخرى او لموضوع اخر اللي هو عبارة عن اكيوت ميولويد اه لوكيميا اكيوت ميولويد لوكيميا معناته انا في عندي دخلت على الاماتشور بلاست سيل بتاعت الميولويد لاي وهنا الصحيح طبعا اه احنا بنعرف خط الميولويد هو اكتر من اتجاه اتجاه اللي هو خلايا النيوتروفل البلاست تاعتهم ممكن خلايا المونوسايت نفس الخضية ممكن خلايا اه ممكن اللي بتنشئهم ممكن اه اشياء العلاقة بالرد يحصل فيهم مشكلة وبتدخل كلها تحت نطاق الاكيوت ميولويد لوكيميا وطبعا في الى موجود من اه زيرو الى تقريبا اه سبعة في هذا الموضوع على كلها اه البادي في السيولوجي هنا بيجي عندي عبارة عن بقول لي هذا الاكيوت هو عبارة عن هتروجينوس اكتر من الال بتاعت الاكيوت لنفسية كلوكيميا وزي ما ذكرنا انه في عنا عدة لينيج زي ما ذكرنا في الحديث بتاعنا سواء كان على مستوى المونوسايت اه ممكن زي ما ذكرنا الاريترويد زي ما احنا شايفين بشكل او باخر ممكن نصير هناك ظهور لهذا التشخيص النقطة هنا كمان في هذا الموضوع انه في عنا اه تصنيف اخر اه عساس اقول اه الايه امقال هذي اللي ظهرت عندي اه في منها اه بكون دينوفو منها بكون سكندري يعني اجاني نتيجة اه يعني عندي مشكلة في الام تمام اه بدون ما تكون هي عبارة عن امتكاسة من مرض سابق تمام او ممكن تكون انتكاسة من مرض سابق بيجي بقول لدي نوفو طبعا في عنا وكان نقول او عنا مثلا نقول عبارة عن سكندري هو عبارة عن ما فيش عنده لموضوع الديزيز تمام هذا البيشنط بكون طبعا بكون اصغر سنا تمام تمام والرسبونس تاعد كيرابي بكون افضل عند هؤلاء الناس والسيرفايفل بكون طبعا افضل ممكن يحصل عنده ترانس لوكيشن النوع التاني السكندري هدول البيشنط عندهم هيماتولوجيكالي بروبلم تمام ديزيز يعني عنده مرض مسلا ام دي اس ميلو دي سيبلاستيك سندروم هنتحدث عنه عنده كورونيك ميلوستيك لوكيميا تمام ممكن دول الناس عندهم هذا الاشي اه يعني يكون عنده سي ام ال بسموها كورونيك ميلوستيك لوكيميا وحصلت نوع بتدهور في الحالة وتحولت الى اكيوت ميلوستيك لوكيميا ممكن يحصل يكون عنده ام دي اس ممكن يحصل انه عنده مرض اخر ماليجنانسي مثلا في بريست او ماليجنانسي في كورون او ما شابه ذلك في البون بيقدي انه يصير كومبليكيشن يصير عندي اي ام ال هذا الكلام بكون ممكن يكون موجود وعادة بكون اه عندي الناس الاكتر اه طبعا اه سن من النوع الاولاني وعادة البروغنوسيز بكون في الحالة هذي اه بور كمان وجدوا انه الاستيوجينيك ابنورماليتي كمان اناليسيز يوجو لشو اني امريكا الابنورماليتي في العدد في الناس النوع التاني بتحس انه فيه عندي نوع من الانكريز اه من النامبرينج اوف دا الكروموسوم ريدار دان ريسبوكال اه ترانس اه لوكيشن طيب اذا نفهمنا الان في اعنى وعندي سكندري او خلينا نقول عبارة عن دينوفو او اه سكندري في هذا الامر بيجي بقول لي عندي كمان كريتيريا اخرى نتعرف عليها شوية زي ما دكرت انه انا في عندي اه اي ام ال اه وقلنا هذي الى اعتمادا على والآن مثلا الوية او ممكن انت توزع التقييمات او التصنيفات على اساس جنتيك اه بيجراون بيجلي في اي ام ال ان جنرال بتوين اه اي اي بي ال هو الاكيوت برو مايولوسيتك لوكيمية نوع من انواع الا اي ام ال تمام مع الاضر سبتايبز اه اذا الاضر سبتايبز تختلف عن الاكيوت برو ميليسوتيك لوكيميا في موضوع التيرابي بقول لها اولاء الناس اللي عندهم اي بي ال دائما في عندهم علاج بسموه اول ترانس ريتينوك أسيد تمام اول ترانس ريتينوك أسيد اللي هو عبارة عن علاج بين عطل هؤلاء الناس والافكت تعمل صحيح في موضوع الالاج هنا بيكون ممتاز لهدول الناس بتاعت الاكيوت برو ميليسوتيك لوكيميا هنتحدث عنه ان شاء الله بتفصيل أكثر اه هذا عبارة عن اه أسيد اه بكون موجود عندي اه مشتق من الفايتامين اه طبعا اه تمام بينعطها وبصير هناك نوع من اه الريسبونس اول ادر سبتايبز تريتت ابروكسيماتلي دي سيم يعني ال اي بي ال اه له علاج والأدر طبعا سبتايبز ممكن يشتركه بنفس اه العلاج هذا جانب جانب تاني في موضوع الديفرانشييشن وجده كمان اه 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 عفوا سوري اه غير هذا التصنيف المفارقة اه الكلسيكيشن طبعا بيز اه لما انتشتعمل عملية مقارنات ما بين السبتايبز بقول اللي لازم يكون عنا اه مقارنة تعرف انه اللاين از والأز المتشوريشن بتاعت هذا اللي ينجي تمام المتشوريشن واي ستيج من الديفرانشييشن صارعنا اه في اي هنا كمان اه بيحصل عنا المرفولوجي كمان مع شوية سيتو كيميكال تيست ممكن مييز لما بين هؤلاء اه يعني ما بين هذه التصنيفات الموجود عنا اه مش شرط يكون عمستوى سيتو جينتيك ابنورماليتي ممكن يكون سيتو كيميكال تيست او ممكن يكون عنا المرفولوجي تمام بقول لي في الحال هدي كمان انه اه الديوغنوسيس تحت الام بشكل عام اه لازم انت تلاحظ في البولمرو اه عندك تقريبا يصل لنسبة ال اه ال ممكن تصل لتقريب 30% تمام تقريبا 30% ممكن يكون اكتر بشكل او باخر اذا انا هلاحظ انه في عندي انا بلاست هادي البلاست موجودة تصل الى 30% موجود عندي واكيد هلاحظ الكلام في البولمرو وحلاحظ طبعا كمية بلاست في بشكل او كبير كمان في كريتيريا اخرى في توصيف الام ال بقول لي 15% من هدول الناس اه ممكن يكون عبارة نتجين اوضح ايش الخلل في موضوع البولمرو بروتكشن بقول لي ممكن يكونوا اكتر من 50 سنة طبعا نقطة اللي عايز يعني اوضحها كمان موضوع الانيميا والترومبوسايتوبينيا اوكي ممكن يكون عنا هادي ظاهرة موجودة واضحة من البدايات صار عنا انيميا عنا ايش ترومبوسايتوبينيا ممكن يكون عندي بعض احيان مونوسايتوسيز تمام ولكن بقول لي بولمرو بلاست بسنتج طبعا في الحالة هادي ممكن تكون لما بتواحب عندك يكون في عندي مونوسايتوسيز في عنا ملاحظة هنا اخرى في ضن التوصيف ل AML بقول لي يوجد ملاحظة عدها لانك انت بتميز ما بين في السب بتاعت كل انسان من هؤلاء الناس واجدوا كمان في عندنا زي ما ذكرت انه في عندي من م زيرو ل اتصل ل سب بقول AML M4 و AML سب تايف M5 تمام هدول اللي له علاقة في المونوسو سب تايف تمام هدول الناس عندهم ميزة عساس انه بتلاحظ من ضمن الكلينيكال ديكتشار او الكلينيكال ديفرانسيز عندهم اصوشيييشن تمام مع الانفاجين بتاعت المونوسو المونوسو في منطقة اللي هو ايش الجام وال سنترال نيرف السيستم تمام تخص انه في عندي صار انفلتريشن تمام وكأنه في عندي صار لكم مينجايتس ازن بتلاحظ انه في عنا في نوع من بتاعت الفم تمام وكذلك ممكن نصير في الخلايا في داخل سنترال نيرف السيستم هذا حالة الام فور والام فايل كمان بقول لي ظاهرة اخرى بتلاحظها على الحالات اللي هم عبارة عن الاكيوت بروميليستيك لوكيميا رجع تاني يجلي عنها ايش يعني اه واجدوا كمان غير انه الاكيوت بروميليستيك لوكيميا او نقول عنه الاي بي قلنا عنده في البداية اه اختلاف من خلال الاترة وان اللي هو عبارة عن واحد او 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 في عندنا الاترة وعندنا كذلك حالة اسمها دي اي سي انه بصير عندنا تكوين في داخل الكابيلاريز تمام و عند هؤلاء الناس واجدوا طبعا هذي الظاهرة اه ايش كان سببها واجدوا انه خلايا اللي بتكون عندي موجودة الموجودة عندي في بتعمل نوع من بروتين اسمه تمام وكذلك بصير عندي كمان بروتين حيساعد في ارتباط الصفايح الدموية وكذلك حيحصل عندي نوع من وحيصير عندي نوع من الكلوت في وهذه اللي بسموها ايش الانترا فاسكولار اه او نحس انه في انتشار واسع وعفوي في داخل من هذي الكلوت الموجود عندي والكواغوليشن اللي حصل عندي اذن هيك بقدر اقول انه الابل اللي هو الاكيوت برو ميرسيتيك لوكيميا عنده هذي الميزة في وكذلك عنده ميزة انه فيه عندنا علاج بتاعه اللي هو الاترة اللي بالفعل بعمل ريسبونس كويس مقارة مع اللي هو علاجات اخرى ل ادار ساب تايبس بيجي الان بتحدث لي على الاتيولوجي او الباتوجينيسيز اللي نوعا ما ممكن يكون سبب في الامل ايش بقول لي هنا بقول لي الامل طبعا عاد على انه قولنا الامل ممكن يكون عبارة عن ممكن يكون طبعا سكندري جايين من الانوين من ال تمام اذا ال المس عندهم ممكن يصير عندهم مشاكل تمام ها المشاكل ممكن يصير فيه نوع من الخلايا اللي هو خلايا الميلوسايت تمام الى انها تصير مور بلاست مش مور ماتشور ازا ها نحن نشوف في ال اذا هذا بصير من خلال اللي حصلت في داخل الخلية عمستوى كروموسومل عمستوى بروتوانكوجينز اخريات هذا ممكن يحصل عندنا غير سيئة الامقال كمان في البوليسايتيميا فيرا وال الميلوفيبروسي برايمري وال السينشل ترومبوسايتينيا هذي كلها عبارة او كلونز عندهم سيداروبلاستيك انينيا تمام او عندهم MDS ممكن يتجه الوضع تاحهم للسوء اكتر ويكون عندنا يحصل عندنا AML في هذه الحالة هذا الكلام احنا عارفين وهنا قلنا بنتحدث عنه من باب انه في عندي سكندري AML في هذا الموضوع رادياشن كيموتيرابي هذي كلها اشياء ممكن يكون موجودة عند الناس اللي عندهم بوليسايتينيا فيرا و سينشل ترومبوسايتينيا وبعد يكسر عندنا انه يحصل عندنا هذا AML كمان بيجي بقول لي ال البيشنط عندهم مشاكل مش عمستوى كانسر كمان عندهم بريدسبوزنج فاكتور انه صير يتحولوا الى AML زي مين زي ناس اللي عندهم أبلاستيك أنيميا ناس عندهم مايلوما ناس عندهم مشاكل TCL ممكن يكون عندهم عندهم تيرويد بروبلم عندهم اندوكراين بروبلم تمام وجدوا انه في هذول الناس عندهم AML تمام عندهم بعض وجدوا من الناس اللي عندهم امراض اخرى موجودة عندهم تحول انه يصير في عندهم بروبلم زي موضوع الفان كوناي أنيميا تمام عندهم مشاكل في DNA ريبير في موضوع 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 عندهم AML موضوع موضوع اناس عندهم مشاكل في الوتيومر سابرسور جين او دفكت هذي ممكن يتحول يصير عنده AML او يكون عندنا اتاكسيا تلانجيكتاسيا مشاكل في بعض من البروتينات وصار هذا الكلام على مستوى السيجنال في الخلايا وكانت خلايا من ضمن الخلايا اللي صار فيها مشكلة في هذا طبعا بروتين او ترانسكريبشنال فاكتور زي ما ذكرنا في موضوع الاتاكسيا تلانجيكتاسيا في السابق اذا هنا كان عبارة عن بعض من المقدمات لموضوع AML ممكن يكون عبارة عن مشاكل كانسر اخريات صار شفتنج نتيجة صار عندي مشاكل على مستوى بروتوانكوجين تيومرسبرسولجين كروموسومة شيف على مستوى اضر ديزيزز ريدردان اللي هو موضوع كانسر تمام ممكن هذا قد انه حصل عنا صار AML ان شاء الله سنتحدث في المحاضرة القادمة على اللي هو البتو جينيسي او الملوكولر بيسيك اللي اوجد عندي هذه المشكلة ولكن بقول لي هيحصل عندي الاخبطات على عدة اوجه في هذا الخلية هيكون عندي على اساس ممكن يكون عندي وهذا نتيجة طفرات ومشاكل في بعض من البروتينات ترانسكريبشن الفاكتور راس بروتين اذا صار فيهم اشكالية هيصير في عندي وزاد العدد بشكل كبير ممكن تكون عندي مشاكل في موجودين طبعا مش مطلوب نحفظ يعني مختصرات لعيش لكنهم عبارة عن اضر بروتين هذه البروتين عملت بلوك صار فيهم مشكلة البروتينات هذه عندي مجتمعة وعمل عندي بلوك في خلية تضلها وممكن كمان حصل عندي اللي هو الانتي ابوبتوك بروتين صار الها ومنع الابوبتوسيس برضو هذا جانب اخر كله موجود في اللي هو خلايا اه البرابل وتعمل خلايا كذلك بشكل دائما مستمر اذا هذه عبارة عن خطوط من خطوط المشاكل الممكن تكون موجودة عندنا على مستوى الامل مشاكل نتيجة دفكت في اضر بروتين مشاكل في ومشاكل في ومشاكل في بشكل عام ان شاء الله نكمل المرة القادمة والسلام ورحمة الله وبركاته